بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسط كل هذه الأحداث المأساوية التي تعيشها أوكرانيا برز مجددا وزير الدفاع الروسي سيري ريشويغو الذي يعتمد عليه بوتين لإدارة حرب أوكرانيا والمسؤول عن التكتيكات الحربية التي تستخدمها روسيا فمن هو شويغو الذي طالما ظهر إلى جانب بوتين في رحالات صيده أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية مع دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا أسبوعه الثاني حيث تواصل القوات الروسية هجومها على المدن ويتزايد عدد القتلى من الجانبين قال وزير الدفاع الروسي سيري ريشويغو الذي يعتبر اللاعب الأساسي على ساحة الصراع الآن إن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تتحقق الأهداف المحددة وخلال حديثه في اجتماع لقادة الجيش الروسي أكد شويغو الذي لا يزال أكثر الأصوات نفوذا التي يسمعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرض من العملية العسكرية الخاصة هو تجريد أوكرانيا من السلاح وحماية روسيا مما يسمى بالتهديد العسكري الغربي وعلى الرغم من أنه لم يحظى بسوى اهتمام ضئيل نسبيا في الغرب حتى وقت قريب فإن أحد أكثر الأعضاء طموحا في دائرة بوتين المقربة وأحد المطلعين على الأسرار الداخلية في الكريملين منذ فترة طويلة قبل أن يصبح وزيرا للدفاع عام 2012 ويعيد الجيش الروسي هيبته بفضل الإصلاحات التي تبناها فمن هو وزير الدفاع الروسي سرغي شويغو الذي يعتبر ذراع بوتين الضاربة والذي اعتمد عليه في غزو الأراضي الأوكرانية رحلة صعوده إلى وزارة الدفاع ولد سرغي شويغو في 21 مايو أيار 1955 في مدينة توفا الروسية بالقرب من منغوليا تخرج في مهد بولتكينيك في سيبيريا بدرجة البيكريوس في الهندسة المدنية عام 77 ثم شق طريقه حتى وصل إلى رتب التنفيذ في صناعة البناء وفي وقت قريب من تفكك الاتحاد السوفيتي تحديدا عام 88 انضم شويغو إلى الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي وترك بصمته السياسية في موسكو بسرعة في التسعينيات إذ تولى منصبا وزاريا جديدا كوزير للحالات الطريقة وخرج إلى مصرح الكوارث الطبيعية والتفجيرات الإرهابية والتحدث وجها لوجه مع المدنيين مما أكسبه شهرة وطنية وفقا لمجلة فورين أفرز ونظرا إلى السجل الحافل الذي سطره شويغو وصورته المستحسنة أمام الرأي العام اختاره بوتين عام 99 ليكون أحد قادة حزبه روسيا المتحدة ثم في عام 2012 وبشكل غير متوقع عينه وزيرا للدفاع على الرغم من عدم امتلاكه أي خلفية عسكرية أو خبرة قتالية مهمة صعبة بالتزامن مع وصوله إلى رأس وزارة الدفاع الروسية كان الجيش الروسي يمر بأسوأ حالاته من حيث القدرة القتالية رغم الانتصار السريع في الحرب الروسية الجورجية عام 2008 وهنا برز دور شويغو المهم الذي باشر تحسين الجيش وقام برفع قدراته القتالية بما يتناسب مع مواجهة خصوم أقوى مثل الولايات المتحدة والنيتو وبطريقة موازية عزز شويغو انخراط الجيش بالحياة السياسية بعد عقود طويلة من الانقطاع الذي تعزز مع قدوم بوتين إلى السلطة لأول مرة الذي كلف بدوره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FCB خليفة كي جي بي إدارة حرب الشيشان عام 1999 ووضع الجيش تحت قيادة جهاز الأمن الأمر الذي عزز فقدان الجيش هيبته التي تزعزعت بعد هزيمة أفغانستان وفشله في الشيشان وبشكل مباشر الغشويغو البرتوكول الذي كان يرى ضباطا من هيئة الأركان يرتدون بدلات بدلا من الزي العسكري إيمانا منه بأن الضباط يجب أن يرتدوا لباس المعركة لا لباس المكتب وعام 2017 أمر بتغيير اللباس العسكري وجعله شبيها بالزي السوفيتي لعام 45 المعروف في الجيش باسم زي الفوز على الصعيد الاستراتيجي تبنى شويغو ابتكارات ذات تقنية عالية وشكل قيادة سيبرانية واندماج القوى الجوية والقوى الفضائية مع القوات الجوية الفضائية الروسية لمواكبة روح العصر ونقلها إلى القدرات العسكرية والقتالية في الوقت نفسه اهتم بالضباط ورفع رواتبهم كما منع التسيب بما يتعلق بالخدمة العسكرية وجعل من المستحيل تقريبا على الشاب الروسي تجنبها أعاد إلى الجيش قوته في وقت مبكر حقق شويغو نجاحين عسكريين في غاية الأهمية مما عزز سمعته لدى الكريملين وساعد على منحه مكانة عسكرية جديدة في الحكومة ومنح الجيش مقعدا على طاولة صنع القرار السياسي النجاح الأول تمثل في ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 بسرعة وبكفاءة بعدما عجز جهاز الأمن الروسي عن إفشال ثورة الميدان الأوروبي بأوكرانيا أما الثاني فكان عندما تدخل الجيش عسكريا بحسم في أواخر 2015 لقلب مصاري الحرب في سوريا بسرعة مما عزز صمود نظام بشار الأسد حليف روسيا في أعقاب هذه النجاحات تحول شويغو سريعا ليصبح ذرع بوتين الضاربة ضمن محاولاته اليائسة لاستعادة أمجاد روسيا السوفيتية التي يبدو أنها أشعلها وزير الدفاع من خلال اجتياحي الواسع لأوكرانيا قبل أقل من أسبوعين بذلك متابعين الأعزاء نكون قد صلتنا الأضواء مع حضراتكم عن شخصية مهمة جدا ربما يعتبر الرجل الثاني في روسيا وهو المهندس المدني والذي تحول إلى وزير دفاع تحدثنا معكم عن شويغو يد بوتين الضاربة أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمون بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر